السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طلاب وطالبات الصف الثاني تعليم مستمر حياكم الله مع الدرس من دروس مادة لغتي نستكمل بإذن الله ما تبقى من درسنا ما زلنا في الوحدة من يذكرنا ما هي الوحدة ما هي الوحدة التي ندرسها أحسنتم نعم رائع يا من قلت إنها الوحدة الأولى نعم صحيح نحن في الوحدة الأولى ما عنوان وحدتنا نعم من ربوع بلادي تابع مدينة الرياض نستكمل درس ما تبقى من مكونات مدينة الرياض خير بداية ذكر البسملة لتحل البركة بسم الله الرحمن الرحيم ننطلق مع أهداف الدرس نأمل بإذن الله تحقيقها في نهاية الدرس هنا قراءة كلمات تحوي ظواهر صوتية ولغوية الطالب والطالبة قادر على أن يكتشف دلالة الكلمة الجديدة من خلال ماذا؟ الترادف والتضاد يكتشف القيم المتضمنة بالنص يستنتج الأفكار الرئيسة من النص ننطلق بسم الله مراجعة لما سبق دراسته في الحصة السابقة أخذنا مكون وجيب نسترجع نص مدينة الرياض والملك الشجاع عندما هيا نسترجع معاني النص هيا بارك الله فيكم ماذا فعلت الأسرة؟ حسنتم قامت بزيارة مدينة الرياض وحسنتم ثم قصت الأم على أبنائها قصة مؤسس المملكة العربية السعودية وهو الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله وكفاحه في استرداد ملك أبائه وأجداده وأنه لقب بألقاب كثيرة ذكر منها في النص الملك الشجاع والملك الذكي أحسنتم وأن الشعب أحب هذا الملك العظيم لما يتمتع به من العدل وحب الناس والعدل والسياسة والحكمة وتحدث الوالد عن سبب تسمية الرياض بهذا الاسم لأنها كانت رياض الخضراء محاطة بالبساتين في وسط السحراء القاحلة وأن الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية وهي أكبر المدن أحسنتم مدن المملكة العربية السعودية يوجد فيها الكثير مقر الحكم ويوجد فيها الوزارات وتوجد فيها السفارات ويوجد فيها جسول وأنفاق هيا معا ويوجد بها معالم تراثية كثيرة نسترجع ما هي المعالم التي ذكرت في الناس هيا يا أبطال أولا أحسنتم حسن المصمك ثانيا القرية التراثية أحسنتم والمتحف الوطني بارك الله في الجميع ننطلق معا هيا نسترجع معا نضع علامة صح يمين الإجابة الصحيحة من المعالم الأثرية في الرياض نحن نتحدث عن الأثرية الرياض تزخر بمعالم على مستوى العالم سواء كانت معالم تجارية معالم ترفيهية معالم حضارية جمال الأبنية المساجد إلى آخره وفيها من المشاريع ما نفتخر به هنا حدت المعالم الأثرية التي في الرياض وذكرت في النص هل ذكر قصر المصمك أم قصر شبراء أفكر أحسنتي بارك الله فيك نعم إنه المصمك مدينة الرياض مدينة من هل هي من أصغر مدن المملكة أم أكبر مدن المملكة نفكر هيا بارك الله فيكم أحسنتم نعم إنها من أكبر مدن المملكة أستكمل الرياض عاصمة المملكة لأن فيها هل لأن فيها بساتين وحدائق أم لأن بها مقرح حكومة الوزارات هيا أفكر أحسنت نعم بارك الله فيك لأن بها مقر الحكومة الوزارات والصفات يقام المهرجان الوطني للتراث على أرض نعم نعم يا أبطال أحسنتم أين يقام نزوره كل عام إنه قرية الجنادرية حسنا ننتقل إلى استكمال درسنا هنا صفحة 27 أقرأ النص الآن أرجع إلى النص لا بأس من تقريب الصفحات نرجع إلى النص نستخرج المطلوب هنا أو أحددها بدائرة من النص ثم أكتبها هيا بارك الله فيكم كلمة ضدها حزن وكلمة مفردها شارع وكلمة جمعها حصون وكلمة مذكرها كثير وكلمة مؤنثها وطنية الآن الجميع نفتح على نص الرياض والملك الشجاع نستخرج المطلوب واثقة أنكم توصلتم إلى الإجابة ننطلق معا إذن كلمة ضدها حزن ذكرت في النص هيا نبحث عنها هيا يا أبطال ما هي ما هي أحسنتم نعم إنها إنها فرح إنها فرح بارك الله فيكم إذن حزن ضدها فرح كلمة كلمة مفردها شارع نبحث عنها في النص هيا يا أبطال هيا بارك الله فيكم مفردها شارع ذكرت في النص في المقطع الأخير من النص عند وصف ماذا هيا يا أبطال ذكروني عند وصف ماذا وصف مدينة الرياض أحسنتم يا أبطال نعم شوارع تميزة الرياض بشوارعها الواسعة أحسنتم كلمة جمعها حصون تحدثنا عنها في معالم الرياض الأثرية نفكر من توصل إلى الإجابة هيا بارك الله فيكم نعم أحسنتي حصن حصن المصمك كلمة مذكرها كثير أفكر وردت في أحسنتم وصف الرياض نفكر هيا يا أبطال أحسنتي نعم كثيرة بارك الله فيكم كلمة مؤنتها وطنية ذكرت في المعالم هيا في آخر النص أفكر أفكر من توصل أصبت نعم بارك الله فيك وطني أحسنتم ندون ندون الإجابات إجابات رائعة وجميلة حسنا أفكر عندما تحدثنا حتى نعرف حتى نعرف نوعها هل هي اسم هل هي فعل هل هي حرف ليست حرف هل هي اسم أم حرف عفوا هل هي اسم أم فعل ماذا أفعل هيا بارك الله فيكم ماذا أفعل نعم أضيف لها التعريف إن قبلت الأل التعريف فهي اسم وإن لم تقبل فهي فعل شاهقة الشاهقة إذن قبلت التعريف إذن نوعها حسنت نعم اسم نوعها اسم ما معناها شاهقة بنايات شاهقة تتميز الرياض ببنايات شاهقة ما معنى شاهقة ضدها منخفضة هيا أحسنتم نعم إنها عالية عالية بنايات شاهقة أي عالية مكونة من أدوار كثيرة نضعها في جملة مفيدة هيا أحسنتم نعم بارك الله فيكم الجبال شاهقة أحسنتم الجبال شاهقة نلاحظ أن الكلمة ختمت بماذا بتنوين ما نوعه حسنتم نعم يا رائع أنه تنوين أفضل إذن ضدها منخفضة نوعها اسم معناها عالية في جملة الجبال شاهقة ندون الإجابة ننطلق مع مكون ونمي لغتي أصل الكلمة بمعناها الصحيح لدي كلمات ومعاني أقرأها وأستحضر الإجابة الغناء التراثية هنا التي لا ماء فيها سعة العيش الحديثة أمياتر القديمة أم كثيرة الشجر والطيور نفكر يا أبطال هيا هيا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الغناء عندما وصف الوالد الرياض لما سميت بهذا الاسم وقال إنها كانت محاطة بالبساتين والحدائق الغناء ما معنى الغناء هل هي لا ماء فيها أم سعة العيش أم الحديثة أم القديمة أم كثيرة الشجر والطيور غناء هيا من توصل إلى الإجابة حسنت يا رائعة نعم إنها كثيرة الشجر غناء أي كثيرة الشجر والطيور التراثية كثيرا ما نسمع التراثية معالم تراثية ما معنى تراثية هل أنا أتحدث عندما أتحدث عن التراث أتحدث عن الوقت الحالي أم الماضي الحديثة أم القديمة أم لماء فيها أم سعة العيش أفكر أحسنتم نعم إنها القديمة إنها القديمة ونحن دائما نفتخر ببلادنا ومراحل المراحل التي مرت بها ونعتز بالحرف القديمة ومن هذه الحرف هي استمداد لما تم تطويره في الأصر الحاضر الآن هناك بعض الحرف التي أصحابها أصبحوا في أماكن مميزة بتطويرهم لمهنهم وحرفهم ونعتز بجميع المراحل التي مرت بها بلادنا وبتراث أجدادنا حسنا نستكمل الرخاء القاحلة الرخاء نبحث عن معاني الكلمات إذن نستبعد كثيرة الشجر لأنها معنى الغنى والقديمة معنى التراثية تبقى لدينا هل هي الحديثة سعة العيش لماء فيها الرخاء عندما نقول الملك عبد العزيز رحمه الله وفر لشعبه الرخاء والأمن والأمان أحبه الشعب لأنه جعل الشعب يعيشون فيه رخاء وأمن وأمان رحمه الله وحفظ الله لنا بلادنا وملكنا الملك سلمان وولي عهده فما زلنا ولله الحمد نعيش في الرخاء والأمن والأمان الرخاء ما معنى الرخاء حسنت نعم إنه سعة العيش إنه سعة العيش القاحلة السحراء القاحلة ما معنى قاحلة بما نصف السحراء هل لماء فيها أم أنها حديثة السحراء حسنت نعم إنها التي لا ماء فيها بارك الله في الجميع استكمل هيا بارك الله فيكم أستخدم شفهينا الكلمات في جمل من إنشاء القاحلة التراثية الغناء إذا نضعها في جمل من نسجنا من إنشاؤنا هيا يا أبطال هيا يا جميلات ننطلق معنى القاحلة ننطلق معنى القاحلة نضعها في جملة نفكر ما معنى القاحلة التي لا ماء فيها حسنا إذن نحن نتحدث من توصل إلى الإجابة نعم بارك الله فيك قضيت يوما في السحراء القاحلة إذن قضيت يوما في السحراء القاحلة التراثية أفكر نضعها في جملة هيا بارك الله فيكم تحدثنا عن معنى التراثية وقلنا أنها القديمة نفكر هيا بارك الله فيكم أحسنتي نعم جملة جميلة تمتعت بزيارة القرية التراثية في الجرادرية دائما القرية التراثية تربطنا بماضي وحاضر بلادنا فلا بد أن نحرص دائما على زيارة القرية التراثية وعلى أن نصطحب أبناؤنا إليها حسنا نكمل الغناء تحدثنا عن الغناء كثيرة الشجر والطيور من يضعها في جملة من إنشائه من نسجه أصبت يا بطلة ما أجمل الحدائق الغناء في بلادي ولله الحمد إذن هنا نكتب ندود الإجابات نقرأ هنا ألاحظ وأقرأ عند وصل الكلام تقع الرياض هنا عند وصل الكلام تسقط هنا الألف الوصل واللام لأنها اللام الشمسية تكتب ولا تنطق فهي هنا تسقط تقع الرياض وسط السحراء نلاحظ أنها سقطت الألف عند وصل الكلام وكذلك اللام الشمسية القاحلة وهي عاصمة المملكة العربية السعودية وهنا سقطت الألف واللام الشمسية نستكمل ننتقل وحلل الكلمات في الجدول التالي الكلمة التحليل بعد التحليل نعيد تركيبها الجميع الآن يقوم بحل التدريب هيا بارك الله فيكم حسنا انتهينا عند التحليل أتأمل الكلمة أقرأ الكلمة من يقرأها؟ أحسنت نعم كثيرة كثيرة عند التحليل أبحث في الكلمة عن ماذا؟ هل يوجد بها مقطع ساكن؟ هل يوجد بها مد؟ إذن هنا إذا كان يوجد بها مد أو مقطع ساكن وحيط المقطع الساكن إن كان مد ماذا أفعل؟ هيا نسترجع معا ماذا أفعل؟ وحيط ماذا؟ حرف المد والحرف الممدود أحسنتم حتى لا أنسى عند التحليل إذن هنا أتأمل الكلمة هيا يا أبطال أبحث يوجد مقطع ساكن؟ لا يوجد ماذا؟ يوجد مد ما نوع المد؟ حسنت نعم مد باليا إذن أحيط المد والحرف الممدود ثم أقوم بتحليل الكلمة عندما أضعه في دائرة فأنا أنتبه عند التحليل الكلمات الكثيرة في أن لا أقع في الخطأ ننتقل إلى الكلمة الثانية جسور جسور أتأملها هل يوجد بها مقطع؟ هل يوجد بها مد؟ حرف ممدود؟ حسنتي يا بطلة نعم يوجد بها ماذا؟ مد مد بماذا؟ حسنتي بالواو إذن نحيط الواو والحرف الممدود وقبله مضمون حسنا هل استكملتم التحليل؟ نقوم بتحليل الكلمة كثيرة الآن وضعنا مد اليا والحرف الممدود بدائرة نقوم الآن بتحليل الكلمة حسنتم الحرف الأول المد والحرف الممدود معا نكمل أحسنتم إجابات مميزة نعم نعيد تركيب الكلمة هنا قمنا بتحليلها وهنا نعيد تركيب الكلمة هيا الآن نقوم بإعادة تركيب الكلمة أحسنتم كثيرة بارك الله فيكم هنا جسور 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 يوجد بها ماذا؟ حسنتم مد بالواو أحطنا حرف المد والحرف الممدود ودائما الحرف الممدود يكون قبل حرف المد نشاهد أن عليه ضمة هنا حتى لا ننسى مع التحليل نتذكر نبدأ الآن حرف الأول هيا يا بطل أحسنتي نعم رائعة مد والحرف الممدود معا ثم نكمل ما تبقى من حرف الكلمة نعيد تركيبها هيا يا أبطال أحسنتم إجابات رائعة ومميزة أحسنتم هنا أقرأ الجمل وألاحظ التنوين أعطاه اللون الأخضر وهنا والحرف المشدد باللون الأزرق نشاهد هنا ما زالت الرياض الشدة هنا هي عبارة عن حرفين حرف ساكن وحرف متحرك وهنا رياضا هنا تنوين ما نوع التنوين؟ أحسنتم تنوين بالفتح لهذا وضعت الألف في آخرها التي نشاهد هنا ماذا يوجد هنا حسنتم شدة باركة كل هنا أيضا شدة مكان طبعا التنوين نون زائدة تلفظ آخر الأسم تنطق ولا تقرأ وهناك ثلاث أنواع للتنوين تنوين بالفتح أو تنوين بالضم أو تنوين بالكسر نشاهد ودائما التنوين يكون في آخر الكلمة كسرتين نكمل الرياض وقلنا أن الشدة هي عبارة عن حرفين حرف الساكن ومتحرك كثيرة تنوين بماذا؟ كثير تنوين بالضم أحسنتم يا أبطال هنا شدة تاريخية شدة مع الفتح وهنا هنا شدة مع الكسر وهنا درعي هنا شدة مع الفتح التأ هنا شدة مع الفتح تاريخية شدة مع الفتح الوطني شدة مع أحسنتم الكسر بارك الله في الجميع نشاهد هنا الاسم المبدوء بأل لا يقبل التنوين أفرق بين القمرية والشمسية أن اللام القمرية تكتب وتنطق أما اللام الشمسية فهي تكتب ولا تنطق ويكون الحرف الذي بعدها مشددا تعرفنا على هذه القاعدات نسترجع معا اللام القمرية أن اللام القمرية ما هي؟ ذكروني هيا نعم حسنتم هي التي تكتب وتنطق ولها كم حر أربعة عشر حرفا حسنتم عند دخول أل على كلمة تحوي تنوين فإن التنوين يحذف من الكلمة نشاهد هنا جمال 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 ماذا أصبح عندما أدخلت عليها الجمال لماذا؟ لأنها لابد عندما عند دخول أل يحذف ماذا؟ يحذف التنوين عند دخول الأل على الكلمة يحذف التنوين طيب تنوين بالفتح جمال إذا أدخلنا عليها أل تحذف الجمل حذفت جمال إن تنوين بالكسر عندما تدخل عليها أل ماذا يحدث؟ تحذف إذن تحذف التنوين على الكلمات التي تدخل عليها أل عند دخول أل على كلمة تحوي تنوين فإنه واللام الشمسي هل تختلف عن اللام القمرية؟ ما هي اللام الشمسية؟ ماذا قلنا عنها؟ حسنتم قلنا أنها لام تكتب ولا تنطق وما بالحرف الذي بعد اللام الحرف الذي بعد اللام يكون حرفا مشددا حسنا عند دخول أل على كلمة تحوي تنوين سيارة هنا الحرف السام الحروف اللام الشمسية يدخل عليه أل سيارة تنوين بالضم عندما دخلت أل أصبحت السيارة ماذا حدث؟ هيا يا أبطال ماذا حدث؟ حذف التنوين حذف وننتنوين بالضم عند دخول اليحذف التنوين سيارة لماذا لم نضع ألف؟ لماذا؟ لأنها انتهت بتاء مربوطة ونحن قلنا أن جميع الحروف نضع لها ألف إلا التاء المربوطة حسنا عند دخول التحذف يحذف التنوين سيارة تنوين بالكسر عند دخول التحذف يحذف التنوين إذن في اللام الشمسي وفي اللام القمري عند دخول على كلمة التحوي تنوين فإنه يحذف التنوين من الكلمة يحذف التنوين من الكلمة الواجب نسجل على الصفحة 27 و28 و28 حل استكمال حل التدريبات في الكتاب هيا بارك الله فيكم نفتح على الصفحات نسجل هنا الواجب حل التدريبات هيا بارك الله فيكم إذن نستكمل حل التدريبات في الصفحة 27 و28 إلى هنا انتهى الدرس الشكر الجزيل لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر